حديث آخر لعن الله قاطعي سبيل المعروف يعني ليقطع سبيل المعروف الله يلعنه الله يطرده من رحمته الله ما يعطيه نعمه يحول النعمة إلى نقمة بالنسبة إلى من هو؟ الحديث يفسر وهو الرجل الذي يصنع إليه المعروف فيكفره إنسان شخص آخر يجي نعم عليه يجي يساعده ما يشكره هذا اللي ساعده ما يساعد غيره يقول أنا ساعدت الناس ما يشكرونه لعن الله قاطعي سبيل المعروف وهو الرجل الذي يصنع إليه المعروف فيكفره إنسان ما يشكره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره سويت خير للناس ما حد شكرك عليهم ما تسويه يقول الله لعبد من عبيده يوم القيامة أشكرت فلانا فلان شكرته فيقوله بل شكرتك يا رب فيقول الله لم تشكرني إذ لم تشكره أنا أعتبر أنت ما شكرت أنا أخو ما أحتاج إلى شكرك أنا إذا تعيشون متعاونين مترابطين في يوم اللي تشكر هاي العلاقات تزداد تماسكا أنا يدي مع الجماعة يوم القيامة يقول له يقول له فلان شكرته يقول لا شكرتك يا رب أنت أنت الأصل يقول لم تشكرني إذ لم تشكره قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القرب النبي ما يطلب من الذين هداهم مالا بيتا زوجة منصبا مقاما لكن يطلب من عنده المودة في أقربائه يطلب من عنده الشكر إليه أن تشكر النبي أن تشكر أهل بيتي وفي حديث آخر جميل أشكركم لله أشكركم للناس قلنا الشكر مراتب في الحد الأدنى أن تشكر بقلبك شوية أعلى من عنده بقلبك ولسانك أعلى من عنده بقلبك ولسانك ويدك ورجلك ومواقفك وأعلى من عنده أن تشكر المنعم الأول وهو الله وأن تشكر الوسائط أشكركم لله أشكركم للناس أكثركم شكرا لله أكثركم شكرا رجل اسمع عمر بن يزيد يقول قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أني سألت الله أن يرزقني مالا فرزقني طلبت من عنده مال الطان وسألته أن يرزقني ولدا فرزقني وسألته أن يرزقني دارا فرزقني طلبت مال الطاني طلبت أولاده الطاني طلبت بيت الله الطاني وقد خفته أن يكون ذلك استدراجا أحيانا الشخص ما يشكر ربه ما يأدي واجباته رب العالمين يستدرجه يجره 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 إلا أن يرمي في الحفظ وجعلنا من بين أيديهم سدنا ومن خلفهم سدنا ثالثين يقول خايف كل شي طلبت من الله الطاني وقد خفته أن يكون ذلك استدراجا فقال الإمام الصادق سلام الله عليه أما والله مع الحمد فلا ما دام تحمد ربك هذا مو استدراج استدراجه من المتحمد ربك شكرا